بن يمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كان موجود في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة وإلقاء كلمة إسرائيل أمام الجمعية وتبعنا كلمة بن يمين نتنياهو المتكبرة المغرورة التي توضح بجلاء أن إسرائيل فوق القانون وإسرائيل خارج إطار التحكم لم يعد يتحكم أحد في إسرائيل ولم يعد أحد قادر على التحكم في إسرائيل ولم يعد أحد قادر على لجم إسرائيل في الأمم المتحدة أوضح بن يمين نتنياهو خرائط وضع وأوضح وتكلم وشرح أنه مستمر في القتال مستمر في الحرب مستمر في الضرب إلى أن تنتهي التهديدات كما يقول وفقا لما قاله عن دولة إسرائيل سواء من قطاع غزة من حركة حماس أو من حزب الله اللبناني اتكلم وغادر بعض البعثات وبعض الدمسيين القاعة وهناك همهمات وهناك تصفيق لكن كان بن يمين نتنياهو بيتحدث لهم اسمعوا اسمعوا ما أقول كان بيتكلم بمنتهى القوة وبيقول أنه سيواصل حربه ويواصل ضربه ويواصل تحركاته لتحقيق ما أسمعه أمن إسرائيل وقال كمان أنه كان حسن نصر الله معتاد أن يتحدث بسخرية على قوة إسرائيل ويقول أنه أوهن البيوت لبيت العنكبوت يصف قوة إسرائيل بأنها قوة العنكبوتية فبيقول أنه مش إحنا عندنا ضعف وبيتنا كالعنكبوت إحنا سلاسل من فلاز ولا نبالغ ولا نضخم ولا نتحدث بغرور وإنما هذا واقع بيتحدث بن يمين نتنياهو قدام حضراتكه وطبعا تدولة وسائل الإعلام صورة وهو بيوقع على أمر أهو دم حضراتكهو بيدي الأمر أهو يلا يعني اتحركوا ليه جنوب لبنان بالطائرات الأمريكية للصمع F35 وزير الدفاع الإسرائيلي قال حربنا مع جنوب لبنان حربنا مع حزب الله ليست مع الشعب اللبناني الشعب اللبناني يطوق إلى الحياة ونحن معه لكن نحن نحارب الإرهابيين ده وزير الدفاع الإسرائيلي يقف جالنت النهاردة قال هذا الكلام الواشنطن بوست